أحمس همسة في آذاني كادري قناة القمر وحين أتحدث عن كادري قناة القمر إنني لا أتحدث عن أخوتي وأبنائي الذين يعملون في هذه المؤسسة التي أطل عليكم منها حين أتحدث عن كادري قناة القمر أتحدث عن هؤلاء وأتحدث عن كل الذين يعملون على الشبكة العنكبوتية أو يطلقون ألسنتهم في نشر ثقافتي وفكر العترة الطاهرة الذي ينشر عبر هذه الشاشة كثيرونهم كادر قناة القمر ولا أعرف أكثرهم بشكل شخصي أرتبط قلبيا بهم أقول لهؤلاء جميعا صدقوني صدقوني هذه عقيدتي هذا البرنامج أعظم خدمة حسينية في جو الإعلام والتعليم في جو التبليغ وإحياء أمر الحسين أعظم خدمة حسينية منذ سنة 329 للهجرة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة لا تفوتكم هذه الخدمة وأقول للذين لا تفوتهم هذه الخدمة أعرف عظمة النعمة التي بين أيديكم في هذا الطريق اللاحب في هذا الطريق اللاحب وفي هذا الطريق اللاهب وفي هذا الطريق الموحش وفي هذا الطريق اللذيذ في طريق خدمة الحجة بن الحسن في طريق خدمة الحسين بحسب موازين العترة الطاهرة لا بحسب موازين هؤلاء السفعاء الذين نصبتهم الشيعة عجولا بشرية يتوجهون إليها بالعبادة لا شأن لي بهم ولا بسفهائهم ولا بسفاهتهم أتحدث عن خدمة الحسين التي هي خدمة الحجة بن الحسن أقول لكم يا كادر قناة القمر في شرق الأرض كنتم أم في غربها هذا البرنامج وهذا الإحياء أعظم خدمة حسينية فاعرفوا عظمة هذه النعمة فإنني كما قلت لكم قبل قليل في هذا الطريق اللاحب لقد رأيت الكثيرين والكثيرين والكثيرين يتساقطون الواحدة والآخر عبر السنين عبر السنين الطويلة ما بين الكبير والصغير ما بين من يعلم ومن لا يعلم ما بين من تأكدت عليه الحجاج ومن لم تتأكد عليه الحجاج رأيت الكثيرين يتساقطون والعلة لم يستشعر عظمة النعمة عظمة نعمة الكون في خدمة إمام زمانهم لم يستشعر هذا المعنى ولم يؤد حق هذه النعمة فتساقطوا وتهاووا رأيت الكثيرين فحذاري حذاري وعرفوا عظمة النعمة التي بين أيديكم أقول هذا للذين أعرفهم وللذين لا أعرفهم في شرق الأرض وغربها ممن يسجلون أنفسهم في كادر قناة القمار وهم ينشرون الفكر الذي ينشر عبر هذه الشاشة إنه فكر وعقيدة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأقول لكل الذين يتابعون هذه الحلقات وهم يجدون الصدق والحق فيها أعرفوا قيمة هذا الذي يوضع بين أيديكم لا لأنني أتحدث به أنا لا قيمة لي في البين إنه الحسين إنه الحسين إنه الحسين فاعرفوا حقه الثابت في أعناقنا وقارنوا قارنوا قارنوا بين هذا القول الحقيق وبينما سمعتموه من مراجع النجفي وكربلاء وما ستسمعونه فأيام محرم قريبة من خطبائهم ومن شعرائهم ورواديدهم لأن الخيل قد قلت لا أدري من الذي أقحم هذا الشعر في رأسي في هذه اللحظة لأن الخيل قد قلت لأن الخيل قد قلت تحلت حمير الحي بالسرج الأنيق لأن الخيل قد قلت تحلت حمير الحي بالسرج الأنيق إذا ظهر الحمار إذا ظهر الحمار بزي خيل تكشف أمره عند النهيق قارنوا بين هذا القول الحقيق وبين ما ستسمعون من خطباء المرجعية وشعرائها ورواديدها من نعيق ونهيق قارنوا بين هذا القول الحقيق وبين ذاك النهيق يقولون في الحسجة العراقية من جلة الخيل من جلة الخيل من جلة الخيل شدوا عجلة بسروش